كلام النبوة أسمى سبيل على نهج قرآننا والرسول بداياته راحة لا تزول وأخيره للجنان يؤول فهذا سبيل الكتاب المبين فذكر به ينفع المؤمنين فذكر به ينفع المؤمنين سبيل الهداية للمسلمين ونور الحقيقة للمؤمنين وهدي التعبد للصالحين وتوباة صدق لدى المذنبين فهذا سبيل الكتاب المبين فذكر به ينفع المؤمنين فذكر به ينفع المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم وذكر وحديث بعنوان أوصيكم بالثبات بمعنى أوصي نفسي وإياكم فكلنا بحاجة إلى الثبات على الدين تمر بالعبد المناسبات مثل رمضان فيقرأ القرآن بكثرة ويكون له وردا فيه يصلي القيام يحافظ على الصلوات في جماعة يصر رحمه يمسك لسانه عن الحديث في الآخرين يبذل ويعطي ويتصدق فعليه بالثبات فهذه المناسبات العاقل هو الذي يستفيد منها بحيث يرتقي عجبني أحد الأخوه يقول كلما جاءت مناسبة ارتفعت كل مناسبة خير يأتي رمضان فأكون حريصا على أن أرتقي إلى درجة من التدين والإيمان والتقى والهدى أفضل من العام الماضي مستعينا بالله سبحانه وتعالى وآخذا بأسباب ذلك يأتي الحج فأجتهد أن أكون أفضل على سبيل المثال يقول مثلا كنت أنا في العام الماضي أختم في كل عشرة أيام ختمة وقبلها كنت أختم في الشهر في رمضان ختمتين اليوم أتطلع أنني أختم ثلاث ختمات في رمضان ويستمر هذا الأمر عنده بعد رمضان يحرص على صلاة الضحى ما كان يصليها أود نفسه في رمضان أن يصلي فيثبت على هذا الخير فوصيتي بالثبات والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لكل عمل شرّة 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 يعني نشاط لكل عمل شرّة ولكل شرّة فترة كل عمل له فترة ينشط وأحياناً يفتر فإذا نشط فليثبت على درجة أعلم ما كان عليه حتى إذا فتر فتر إلى خير بإيجاز ما هي الوسائل التي من أخذ بها أعانته على الثبات على الدين واحد الأقبال على القرآن الكريم قراءة تأملاً تدبراً دراسة أقبل على القرآن رب تبارك وتعالى يقول وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ أي بالقرآن كذلك لِنُثَبِّتَ بِهِ أي بالقرآن وهو ينزل منجماً كذلك فإن هذا القرآن سبب يعني حبل متين فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا من استمسك بالقرآن أبعد ما يكون عن الضلال والهلاك بس استمسك بالقرآن استمسك بالقرآن قراءة وتدبرا وتأملا ودراسة وتحاكما إليه واستشفاءا بآياته الأمر الثاني من أسباب الثبات أكثر من العمل الصالح وأنا أتصور وأصور العمل الصالح أشبه ما يكون بالمثبتات كالمسامير العمل الصالح يثبتك على الدين أكثر من العمل الصالح تقرب إلى الله بالصالحات فهي أشبه ما تكون بالمثبتات تثبت الإنسان على الدين ربي تبارك وتعالى أسمع ماذا يقول ربي تبارك وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ويقول سبحانه ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا في الحديث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لو أعطينه ولا إن استعاذني لأعيذنه هذا متى ولا يزال عبدي يتقرب يتقرب إلي بالنوافل فكيف إذا كان يتقرب بالفرائد يحصل له هذا هذا الخير الأميم فوصيتي لكم وأنا أودعكم في آخر حلقاتي هذا البرنامج وهذا الشهر المبارك وصيكم نفسي بالثبات الثبات على الدين ونحن نرى من حولنا يذهب بعد أن يأتيه الأجل فجميل أن يثبت الإنسان على دين الله حتى يلقى الله وحتى يوفيه الأجل أسأل المولى الكريم أن يعيد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مديدة ونحن وإياكم وبلدنا وولاة أمرنا في صحة وآفية وأمن وإيمان أشكر في هذه الحلقة على وجه الخصوص من أنتج هذا البرنامج الأخوة في الحرس الوطني أشكر لهم الشكر الجزيل وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم وإياكم لكل خير إلى أن ألتقيكم بإذن المولى تبارك وتعالى في برامج أخرى وحلقات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا ناتدارس أسم القيم ونسمو بأخلاقنا للقمم وحبل الإله به نعتصم ونصاف حاقا بخير الأمم فهذا سبيل الكتاب المبين فذكر به ينفع المؤمنين فذكر به ينفع المؤمنين دليل الصلاح وحسن الخلو وحبل النجاة لمن قد غريق ومن سار فيه لعدل سباق فهيا على دربه نستبق فهذا سبيل الكتاب المبين فذكر به ينفع المؤمنين فذكر به ينفع المؤمنين فهذا سبيل الكتاب المؤمنين فهذا سبيل الكتاب المؤمنين فهذا سبيل الكتاب المؤمنين شكرا